بعد أن حولت ميليشيات الحوثي محتوياته إلى رماد بفعل قدائفها والسهدافها المباشر له حيث كانت هنا مقتنيات وآثار يتجاوز عمرها عشرات العقود التي حاول الشعب اليمني حفظها كجزء شاهد على انتصار الجمهورية على المشروع الإمامي والرجعية أحالتها إلى سواد سرعان مختفت تلك المعالم في منهج واضح اتخذته جماعة الحوثي لطمس تاريخ كامل ومحاولة محو الهوية اليمنية من ذاكرة المدينة وضربها في واحد من أشهر معالمها انتهى كل محتواه هذا المكان تماما وأصبحت شاهدا على جريمة تضاف إلى عداد الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الإنقلابية ليس بحاضر اليمن ومستقبلها بل لديها القدرة من الانتقام حتى من ماضيها كإحراق هذا المتحف حمزة أمين قناة بلقيس من المتحف الوطني بمحافظة تعز